ضغوط الميزانية تدفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى خفض انتشارها العسكري وتقليل تعداد جنودها في أوروبا وإعادة تنظيم وتوزيع استراتيجيتها العسكرية هناك حيث تأمل الولايات المتحدة بأن تسمح هذه العملية بتوفير نحو نصف مليار دولار سنويا واستخدام مواردها بفصورة أفضل هذا التحرك الأمريكي المفاجئ زاد من مخاوف الدول الحليفة لواشنطن من عدم قدرة الأخيرة على الوفاء بوعودها على الوجه الأكمل هذه التغييرات لن تؤثر على قدرتنا في تنفيذ العمليات وسوف نلتزم أمام حلفاءنا كما كنا في السابق وحسب خطة البنتاجون فإن هذه التغييرات ستؤدي إلى خفض الوجود العسكري الأمريكي في بريطانيا بحوالي 2000 عنصر وستخفض على الأرجح 1200 عنصر من القوات الأمريكية في أوروبا في حين توقع مسؤولون عسكريون زيادة الوجود العسكري لواشنطن في ألمانيا بمئات العناصر في المقابل ستقوم وزارة الدفاع الأمريكية والمرة الأولى بنشر مقاتلة F-35 في قاعدة ليكنهيث البريطانية وستعيد واشنطن 15 موقعاً عسكرياً إلى الدول المضيفة قتيبة تركستاني العربية